إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ورصينا الإنسان بوالئه إحسانا حملته أمه كرها ووطعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشهده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسد ما أعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قام لوالديه أفلكما أتعدى لني أن أخرجا قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثا بالله وإن كآل إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطر الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون